اشتركوا في القناة الإنسان منا سمي بالإنسان لإنسانيته والقرآن الكريم من أوله إلى آخره جاء يعبر عن الإنسان وعن قيمته وعن عظمته وإن صح التعبير أنه قال هذا القرآن جاء ليرفع من قدر الإنسان لذا استفتح الله عز وجل الكتابة واستفتح الله تعالى قرآنه بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان علم الإنسان لذلك ذكر الإنسان في كتاب أكثر من موضع وذكر الناس في أكثر من موضع وذكر بن آدم في أكثر من موضع هذا يدل على عظم الإنسان في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لذلك جاء القرآن مراعيا لذلك وجاءت السنة كذلك مراعيا للإنسانية كان حبيبنا إنسان بمعنى الكلمة إنسان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان إنسان كان رحيما كان رؤوفا كان رفيقا كان رقراقا كان طيبا صلى الله عليه وآله وسلم وزكاه ربه وعلاه ربه وقال الله عز وجل فيه وإنك لعلى خلق عظيم لما جاء عربي إلى علي بن أبل طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال يا علي أو يا إمام أعدد لي أعدد لي خصال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه هل تستطيع أن تعد لي متاع الدنيا فقال الرجل لا لا أستطيع فقال علي أنت لا تستطيع القليل والله قال في الدنيا قل متاع الدنيا قليل وتأمرني وتدعوني أن أحصلك وأعد لك خصال النبي وقد قال الله في نبي وإنك لعلى خلق عظيم أيها الكرام كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالرحمة وكانت رسالته رحمة والله عز وجل قال فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحمة كان رحيما بأصحابه كان رحيما حتى بالكفار الله حتى بالأسارة كان رحيما وكان رحيما حتى في جنس الحيوانات رحيما بجنس الحيوانات صلى الله وعليه وآله وسلم تذكرون القصة في بغي من بغاية بني إسرائيل لما أسقط كلبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لها فتعجب الصحابة كلب كلب ده من أخيات الحيوانات صلى الله عليه وسلم يغفر الله لها فقال الصحابة يارسل الله ولنا في البهائم أجرا وحلنا في البهائم أجرا قال صلى الله عليه وسلم يا أخي بإخوانك المساكين أين رحمتك بأحبابك أين رحمتك بالأيتام أين رحمتك بالأرامل أين رحمتك بالفقراء لنجد في نفسك رحمة لنجد في نفسك حتى رحمة بأولادك لنجد في نفسك رحمة حتى مع زوجتك لنجد في نفسك رحمة حتى مع أمك ومع أبيك وإن لله وإن إليه رجعون والنبي صلى الله عليه وسلم قال الرحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء لما دخل الأقرع ابن حابس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد النبي يقبل الحسنة والحسين فقال الأقرع يا رسول الله إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم ما قبلت واحدا منهم فقال صلى الله عليه وسلم إن أرى أن الله نزع من قلبك الرحمة نزع من قلبك الرحمة لا يقبل شيء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب وخطبه نيير عظيمة فوجد الحسنة والحسين يأتيان فيأسران في قميصهما فنزل نبينا صلى الله عليه وسلم وقطع خطبته ونزل من على المنبر وحملهما صلى الله عليه وآله وسلم وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة فتنة الأولاد والأموال فحذروهم كما حذرنا الله عز وجل لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الرحمة كتب في كتابه فهو عنده فوق عرشي إن رحمتي تغلب غضبي اللهم لك الحمد إن رحمتي تغلب غضبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدبة حتى ترفع الدبة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه رحمة ارحم 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 زوجتك ارحم أولادك ارحم جيرانك ارحم إخوانك والجزاء من جنس العمل لما ترحم سترحم لكن من الناس لا يستحق أن يرحم لا يستحق أن يرحم لغشه للناس لنصبه للناس لأكل أموال الناس بالباطل كم رأينا من نصبين كم رأينا من آكل أموال الناس بالباطل هذا نزع الله عز وجل من قلبه الرحمة فرزقنا الله وإياكم الرحمة وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر